هو ينفع عدي الزكاة لأبويا؟ هو ينفع عدي الزكاة لأمي؟ هو ينفع عدي الزكاة لابني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ علشان كده أنا في الفيديو ده بكلمك على ست أنواع مينفعش واحد فيهم ياخد الزكاة أبداً خالص مفوش فصان ومفوش جدال ومفوش سؤال بعد كده سلام عليكم وارب تكونوا بخير الزكاة فرضة على الأمة الإسلامية كلها لمن ملك النصاب وحال عليه الحول الزكاة مفهاش جدال مينفعش فيها كلام سيدنا أبو بكر جهز الجيوش علشان يقاتل مانع الزكاة مع أن بعض الصحابة كان شايف أن ده مش وقت ولا أوانه علشان كسرت المعارك اللي فتحت على الدولة الإسلامية بعد موت سيدنا صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا أبو بكر رفض وقبأ وصمم أن الجيش يخرج علشان يقاتل مانع الزكاة وسيدنا الإمام الشيخ الغزال رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان يقول إذا رأيت فقيرا يمد يده في بلاد المسلمين فاعلم أن غنيا قد سرق زكاة مالي والحقيقة يا سادة من أشد الأشياء اللي بتزعجني أنا شخصيا وبتعصدني وبتنكد علي يومي وبتقلب علي الدنيا كلها وتخليني وصل لمرحلة اكتئاب عجيبة ألاقي سؤال جاي مباشر أو رسالة أو أي نوع من أنواع الأسئلة اللي هو يتعلق بأكل أموال الزكاة يعني ايه أكل أموال الزكاة يعني كل واحد فينا النهاردة عايز باب خلفي يخرج منه الزكاة بس يتبقى في العيلة يعني يعمل بيها كبير ويبقى برضك في عيلته يعني يعمل بيها أبو عرام ويعمل بيها الرجل الخير بس يبقى برضك زيتنا في ديانا بش عايزين نخرج فتلاقي حاجة عجيبة اوت هو ينفع عد الزكاه لابويا? هو ينفع عد الزكه لامي? هو ينفع عد الزكه لابني? ايه الكلام اللي بتقولوه ده? علشان كده انا في الفيديو ده بكلمك على ست انواع مينفعش واحد فيهم ياخد الزكا ابدا خالص. مفوش فصان ومفوش جدال ومفوش سؤال بعد كده. اول صنفة او اول نوع الاصول مهما علو يعني مهما علو عام الشيخ علشان كلامك مجعلة الزب نفهموش. يعني الابوك ولا جدك ولا جد جدك ولا جد 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 مهما عليك فوق ما ينفعش تديهم الزكاية غالي ركز في الكلام ده وما ينفعش بالتالي ستك وما ينفعش بالتالي أمك ولا ست ستك ولا أم ستك وهكذا يبقى الأصول كلهم مهما علوا ليه؟ لأن هؤلاء من الذكور أو النساء تلزمك نفقتهم شئت أم أبيت؟ نروح للصنف الثاني الصنف الثاني أو النوع الثاني الفروح مهما نزلوا يعني إيه الفروح؟ إحنا فهمنا الأصول إيه الفروح؟ يعني لا ينفع ابنك ولا ابن ابنك ولا ابن بنتك ولا الكلام ده كله الأحفاد ما ينفعش والأولاد ما ينفعش ليه؟ لأن برضك زي ما قلنا في الأصول هنقول في الفروح النفقة بتاعتهم واجبة على حضرتك شئت أم أبيت؟ ورضيت أم غضبت؟ نروح للنوع الثالث والنوع الثالث الزوجة وحط تحت كلمة الزوجة مليار خط ليه؟ لأن الزوجة ينفع تدي من زكاة ملها لزوجها الفقير أه ينفع؟ أو الله ينفع؟ أنا واعي كويس وأنا بسجل الفيديو أي نعم عبد الله مش قاعد بس أنا واعي كويس والله الزوجة ينفع تدي لزوجها من زكاة ملها لو هو فقير معدم أو هو من أهل الزكاة لكن العكس لا وألف لا لا وألف لا يعني لا ينفع الزوج يدي زوجته ولا ينفع يدي أولاده نروح للنوع الرابع ظلمرة ايه ظلمرة دي؟ أقول لكم أنتو فاكرين التطبع في فق المصطبع؟ أيوة فاكرينه يا عم الشيخ اللي كلنا تربينا عليه إيه يا أختي ما تخرجي الزكاة؟ ده الزكاة تجوز على ركب الخيل لا يا عم الشيخ أدم قالك تديني والنبي لو فرس ملسم تدينه لا يا حبيبي الكلام ده مش في الزكاة في الصدقة ماشي في جبر الخواطر ماشي في الحنية والطبطبة والأحضان ماشي لكن في الزكاة اللي هي فرض وشريعة لا وألف لا عارف ليه؟ لأن الزكاة لا تجوز على ذي المرة وذي المرة يا سادة كل إنسان قادر على العمل والكذب ما تجس عليه الزكاة أبدا ولو خركت له الزكاة هقولك يؤسفني ما تجزأكش وعليك الإعادة نروح للنوع الخامس غير المسلم أخ واعتف شر أعمالك بنفسك أقولك ركز معي أنا بكلمك في زكاة مش في صدقة ولا في هدية ولا في جبر خاطر ولا في جيرة ولا في ندر أنا بكلمك في زكاة الزكاة ماينفعش ياخد منها غير المسلم حتى وإن كان فقيرا إنما ياخد منين؟ ياخد من الصدقات ياخد من الصلاة ياخد من الهدايا ياخد من البر ياخد من جبر الخواطر ياخد من أمور كتيرة جدا من أبواب كتيرة جدا لكن من الزكاة ماينفعش ولأ وألف لا والروح من النوع السادس والأخير وهم السادة والأشراف المنسبون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم آل البيت آل البيت اللي ليهم نسب متصل بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لو مش لقين ياكلوا حتى لو مش لقين ياكلوا حتى لو جعنين حتى لو جعنين حتى لو هيموتوا مجوع حتى لو موتوا مجوع ماينفعش حضرتك تديهم من الزكاة الدليل على كده إيه؟ سيدنا الحبيب قال إن الصدقة والمقصود بالصدقة هنا النوعين الصدقة والزكاة إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ده النبي اللي قال مش أنا والله وفي رواية الإمام المسلم وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد ركز في الكلام ده قويس قوي ومعنى أوساخ الناس فمش القصد أهينك ده نص الحديث إنما دي حقيقة يا حبيبي الصدقة ربنا لما قال عليها في القرآن قال وتطهرهم بها يعني إيه تطهرهم؟ يعني تنظفهم وتنقيهم وعلشان كده اوعى المقولة اللي عندنا السائدة أصلا بحب حاجة ربنا يا عم الشيخ أصلا بحب الصدقة لا يا حبيبي لو أنت من أهل الورع تاكل من الهدية وما تاكلش من الصدقة لكن على أي حال الست أنواع دول لا ينفع ملكي ولا شفعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا على أي مذهب من المذاهب تديهم الزكا أبدا افرد ديتهم أقولك لا تجزئك ويلزمك الإعادة وخلي بالك الزكا فرض من فروض الإسلام مفهاش هزار وخد بالك إن الزكا اللي بتبخل بها في الدنيا هتخرجها يوم القيامة لكن شتان شتان لما تلاقيها كده في جهنم وربنا أقولك انزل هاتها علشان تطلحها فانزل بقى وشوف هتمر كام درك وكام غلوة علشان تجيبها ولو لم يأتي وعيد اللي قاية صورة التوبة لكفى اسمع ربنا عليه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المؤدين لحقوقه إنه ولي ذلك ومولاه وصلي الله وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم